عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم اجتماعا عبر تدبيق زوم بممثلين عن الجالية المصرية المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية وذلك للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية الأوكرانية خلال الاجتماع أكدت الوزيرة أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع ولفتت إلى أنها على تواصل مستمر مع كافة جهات الدولة وصفارات مصر في الدول الحدودية مع أوكرانيا لتنصيق تيسير عبور المصريين كما أكدت الوزيرة أنها ستقوم بإمداد ممثلي الجالية والطلب المصريين إلى أوكرانيا بقوائم المنافذ الحدودية الآمنة مع رومانيا وبولندا للتوجه إليها وشددت وزيرة الهجرة على أن الدولة لا تدخر جهدا تجاه أبنائها في أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لها